زي ما اتكلمنا مع بعض امبارح ودردشنا وقلنا موقف المنتخب الوطني المصري موقف قوي للغاية وزي ما اكدت لحضراتكم امبارح وبأكد النهاردة رغبة انها كرة قدم لكن بقول لحضراتكم مليون المية ما ينقصوش واحد نحن ذاهبون الى المبارتين الفاصلتين اللي هتكلم عنهم وامتى القرعة وتصنفنا والكلام ده كله بعد شوية لكن هي مباراة غدا انجولا ان شاء الله باذن الله في التساع مساء ثم الثلاثاء القادم الثالثة زهرا الجابون هنا على ملعبنا ان شاء الله باذن الله نحن نحتاج الى ثلاثة نقاط فقط لغير في حال فوز ليبيا في مبارتيه المتبقيتين امام انجولا والجابون اذا دا حصل هنحتاج احنا ثلاث نقاط فقط لغير ناخدهم بكرة باذن الله ان شاء الله اذا ما اخدنا امش بكرة يبقى ناخدهم التلاث بس باذن الله ناخدهم بكرة وتنتهي القصة خاصة ان انجولا والجابون دايما اكدت مبارح فرصهم تكاد تكون صفر في الذهاب الى المرحلة النهائية من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم جدول ترتبنا في مجموعتنا زي ما كلنا خلاص حفظنا المنتخب الوطني المصري في المركز الاول في مجموعته برصيد عشرة نقاط ثم تأتي ليبيا في المركز التاني برصيد ست نقاط الجابون اربع نقاط انجولا ثلاث نقاط انجولا اللي احنا هنلاعبها بكرة دي ما عندهاش اي امل خالص لان فضلالها ماتشين الماتشين بست نقاط على التلاتة اللي عندها يبقوا تسعة احنا النهاردة عشرة اذا هي لا تملك اي فرص اطلاقا بتكلم على انجولا اللي هنلاعبها بكرة ربما الجابون عندها بصيص من الامل لان هي عندها اربع نقاط اللي هنلاعبها يوم التلاتة على ملعبنا لان هي عندها اربع نقاط وهناك مبارتين متبقيتين لو جدلا اخدتم هتبقى عشر نقاط واحنا النهاردة عشر نقاط ده لو لا قدر الله خسرنا المبارتين لكن هذا اللي يحدث على الاطلاق هو مجرد استعراض فقط للموقف الحالي اذا هذا هو الامر فيما يتعلق بمجموعات افكركوا برضو بسرعة جدا بقائمة المنتخب الوطني المختارة 25 لاعب سفروا على متن طائرة خاصة الى لواندا وهاستعرض بعد شوية لقطات من التدريب حرصت المرمى شناوي وابو جبل ومحمد صبحي ومحمود جاد في الدفاع احمد حجازي محمود حمدي الوينش اللي هو واخد انذارين ومش موجود فيه القائمة لكن سافر محمود علاء احمد ياسين لعب البنك الاهلي ايمان اشرف احمد فتوح محمد حمدي احمد فتحي اكرم توفيه خط الوسط حمدي فتحي عمر السولية محمد النني امام عشور ينضم للمنتخب عبدالله السعيد يعود مجد افشة بشكل طبيعي ومصطفى محمد ثم في الهجوم محمد صلاح ويعود بشكل طبيعي محمد شريف مصطفى محمد ثم احمد ياسر ريان ومروان حمدي مصطفى فتحي طبعا انا اسف قلت مصطفى محمد ومصطفى فتحي طبعا لاعب نادي الزمن دي القائمة الخاصة بمنتخب نارضة المنتخب الوطني اختتم استعداداته لمباراة الغد كلام ده كان مساء اليوم تدريبه الاخير على الملعب الرئيسي اللي هو اسمه استاد 11 نوفمبر اللي هنلعب عليه بكرة باذن الله بالعاصمة طبعا الانجولية الواندا باذن الله ان شاء الله هذا التدريب شارك فيه كل اللاعبين اتسم بالجدية الكاملة والخمسة وعشرين لاعب ظهروا جميعا بشكل فني وبدني رائع للغاية برضو بالمناسبة انه تم تحديد موعد عودة البعث ان شاء الله ساعة 10 يوم السبت الصبح بعد بكرة يعني الماتش بكرة بالليل الساعة 9 خلصوا الماتش يروحوا يتعشوا يريحوا ساعتين 3 يطلعوا المطار يتحركوا باذن الله يبوا موجودين هنا عشرة صباحا باذن الله هيروحوا مباشرة على برج العرب لمواصلة المعسكر المغلق استعدادا زي ما قلنا لمباراة الجبون الساعة 3 عصر الثلاثاء القادم في استاد الجيش في برج العرب ده فيما يتعلق طبعا بالتدريب برضو بالمناسبة احنا بنتفرج على لقطات من آخر تدريب